أهلا بك جوهرة أهلا بكم مشاهدين الكرام الجهود المبذولة كثيرا لكن الظاهرة ما زالت منتشرة صحيح جوهرة فقد سجل سجل تراجع منحوظ في معدل تشغيل الأطفال النشيطين في المغرب والذين تتروح أعمارهما بين سبعين وأقل من خمسة عشر سنة منذ عام 1999 إلا أن عشرات الآلاف من الأطفال المغاربة الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني للتشغيل ما زالوا يشتغلون على الرغم من إصدار قانون يجرم تشغيل الأطفال أقل من خمسة عشر سنة منذ عام 2011 وفي سنة 2013 سجل البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول تطور ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب أن عدد الأطفال النشيطين المشتغلين والذين تتروح أعمارهما بين سبعين وأقل من خمسة عشر سنة يصل إلى ستة وتمين ألف طفل العالم القروي قلناها من قبله يشهد ارتفاعا كبيرا في تشغيل الأطفال صحيح جوها رافاق بحسب تقرير النتج عن البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط والذي شمل عينة مكونة من ستين ألف أسرى فإن ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب منتشر بالأساس في العالم القروي حيث تهم 3.6% من مجموع الأطفال المشتغلين أي ما يمثل ستة وسبعين ألف طفل خلال سنة 2013 مقابل 16.2% أي ما يمثل أكثر من 450 ألف طفل كانت سنة 1999 وتوضح أرقام الإحصاء الوطني أن ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب تهم الفتيان أكثر من الفتيات إذا تصل لسبة الأطفال الذكور المشتغلين إلى 57.2% يعملون في مجال الفلاحة والغابة والصيد كمستقطب أول للأطفال العاملين بينما في المرتبة الثانية قطاع الخدمات ثم الصناعة ومنها الصناعة التقليدية التقرير سلط الضوء كذلك على أسباب هذه الظاهرة فمن أبرز دوافع تشغيل أطفال حسب الإحصاء الوطني للمندوبية السامية للتخطيط أسباب تعزى إلى قساوة الأوضاع الاجتماعية وعدم تكافؤ فرص الولوج إلى التعليم إذ على الرغم من تطور نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي إلا أن الجهود المبذولة على المستوى الإعدادي وثانوي تظل غير كافية ويمثل تشغيل الأطفال أحد عواقب هذه الوضعية أرقم الإحصاء الوطني كشفت كذلك عن تفشي الأمية في صفوف الأطفال المغاربة المشتغلين ففيما يتعلق بتحليل المميزات الثقافية لهؤلاء الأطفال تبين أن 30% منهم لا يتوفرون على أي مستوى دراسي بينما 80% منهم لا يتوفرون على أي تشهادة و30% من البالغين ما بين 10 و14 عاما ببساطة هم أميون أرقم صادمة جوهر أنا أحسس جدا عدم يتعلق بالأطفال ما أسباب التي تحول دون تمدرس هؤلاء نعم جوهر فتعزى أسباب عدم تمدرس هؤلاء الأطفال والذين يمثلون 74.6 من الأطفال المشتغلين أربعة عوامل رئيسية يأتي على رأسها عدم اهتمام الطفل بالدراسة وعدم تواجد مؤسسة تعليمية بمحل الإقامة أو بعد المؤسسة وصعوبة جغرافية أو مناخية ثم انعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس أما العامل الرابع فيتمثل في ضرورة مساعدة الطفل للأسرة في أنشطتها المهنية هذا كل ما لدينا شهر شكرا جزيلا لك أنس على كل هذه التوضيحات